بدنجان رومي مكعبات هتلفف رومي مكعبات بصلتين حمر جوليان عليهم شوية سماك والدريسنج عندي طحينة وتوم ومعلقتين من التوم وشوية من عصير اللمون وشوية من زيت الزتون المكونات حضرتك عندنا بدنجان وفلفل أخضر اتقالى في نفس الزقاء عايز أقول لكم على حاجة البدنجان مقلي نقلي بقشره خلاص نفس الزيت اللي اتقالى فيه البدنجان قالنا فيه الفلفل الأخضر ليه بقى كلهم كده هياخدوا من طعم بعض هقول لك على فكرة تانية ممكن في نفس الزيت اللي هتقلي برضو فيه البدنجان والفلفل عندك بطاطسايا كده قطعيها مكعبات وإليهم كلهم هياخدوا من طعم بعض طيب هنعمل مع بعض دريسنج حلو جدا جدا سهل وبسيط دريسنج يعني ايه الدريسنج ده الصوس اللي انتي هتحطيه على الصلطة ايه علشان ينكهلك الصلطة ويدليها طعم حلو هقول لكم على دريسنج بسيط جدا جدا خلاص عندي ايه عندي حوالي معلقتين من الطحينة طحينة خام خلاص انا مش هحطها كلها معلش يعني ايه طبعا دول مش هترموا بس انا شوف انا احتاج تاني ولا لأ خلاص نخلي برضو دي كده جمينا وشوية كده من التوم ما ديبوا نحطهم كلهم اهو انا بقى هحب التوم زي الكمون كده بالزبط اه صح وشوية عصير لمون مش عندك لمون استبدليه بخل خلاص شوية من زيت الزتون بس حضرتك بقى ايه هتعمل ايه هنسيب دي كده على جنب ونقلبهم كده مع بعض كده 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 وانا بقلب انزل بسرسوب من زيت الزتون اهو تمام هقولك على حاجة كمان ممكن قوي بدل الطحينة تستخدمي مستاردة ده يبقى دريسنج برضو لطيف قوي وزريف ماشي لو مش عندك انا مش هحتاج كل الطحينة بس عايزين بقى ايه ننكه الدريسنج بتاعنا لا 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 عادي شوية ملح وشوية فلفل اسود ده يانور بتقولي ممكن ان احنا نخف الدريسنج بمية لا لا يعني الحرام الدريسنج ده ده وحش قوي في حق الدريسنج يانور على فكرة الدريسنج ده هو حلوته في تقلوف نكهته دي مش 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 طحينة عشان نخفها بمية لا الدريسنج خليه كده زي ما هو مية دي لو سمعتك انت ده قلبي واجعني من كلمة تفيف الدريسنج اجيب مية دي عايب عليك يا نور الله تقولي لي الكلمة دي طب ماشي خلاص انا كده قلبت خلاص خلاص هجيب بقى ايه بقى هجيب بولة تانية بسم الله الرحمن الرحيم وهنزل بشوية من البدنجان والبدنجان ده كتير شوفوا عارفيني اللي بحب البدنجان حبايبي ما شاء الله يعني مبهدليني بدنجان النهاردة خلاص هلط شوية فلفل اغضر المقلي من نفس الزيت بتاع البدنجان خلاص هحط الحاجات دي كده ورايا وهجيب معلقة ونقلبهم كده مع بعض ممكن برضو ايه نحط شايفين البصل بالصماء ده ده انا كنت اخليه كده كحاجة ديكور شوية ليه لقى مثلا نحط بقى الله شايفين قصار لي كده اللون مع ان احنا برضو هنحط دريسنج في الدنيا معايا ايه مسيطارة يعني فاهمين عنيش انا بخبط كده عشان انزل كل اللي في الوسك بتاعي عشان بس ايه برضو ما نهدرش في المكونات بتاعتها بسم الله الرحمن الرحيم هنزل بالدريسنج اهو رحتو راهيبة ونقلب كده حاجة بقى مهمة قوي اي صلطة اي صلطة حضرتك هتعمليها فيها دريسنج او هتعمليلها دريسنج وعمل عزومة او حتى عملها كغدوة ما تخلي الدريسنج ده في الاخر يعني حضرية تجهزي كل المقادير بتاعتك وحطيها في التلاجة او برا اي ان كان نوع الصلطة وخلطي الدريسنج وحطيها على جنب وقبل التقديم حطيها عليه ليه؟ الدريسنج ده لو حطتيها على اي نوع دريسنج على فكرة لو حطتيها على الصلطة بتاعتك ايه اللي هيحصل؟ هيدبل معاك الخضار بتاعك يعني ايه هيدبلها؟ هيخليه دبلان ويعني ما عرفش بس هيخلي يعني هيبقى باحتين كده ودبلان وهيفقد كمان طعمه فالدريسنج ده نخليه اخر حاجة خالص خلاص؟ حاضر طيب نعمل ايه بقى؟ ممكن بقى نجيب بقى ايه رأيكو بقى فلستان دل الحلو الشياء كده؟ ماشي؟ وهو بقى يعني هي اوه هي حلقة بدنجان بس ما يبقاش ايه اسوى من كله كده؟ يعني ايه نراهي كده بعض شوية بقى مص انت عاملاله بدنجان يعني ده انت هتهريب بدنجان يوم بدنجان يعني فعلشان يعني ايه يبقى يومك حلو برضو كده هنقدم الطريقة كده لذيذة وشيك بسم الله الرحمن الرحيم اهو بسم الله خلاص؟ اهم حاجة التقديم ده والله انت لو عاملة ايه؟ ومقدمها كده حاجة كده اي كلام ها؟ استني بس عشان الجملة دي مهمة اوي لو عاملة ايه؟ ومقدمها في حاجة كده اي كلام شو انا قررتها تاني مش هيعجب لازم كده ايه؟ تخلي كده الدنيا شكلها شيك وحلوة اهي عايزين العيش المتحمص نحط شوية كده من البصل بسماء كده وفي البولة التانية يا جماعة نحط العيش المتحمص طيب ممكن كمان ايه؟ يعني بس انا شايفة يعني لونه حلو كده باطن خليها كده طيب طيب